والله هنقول لكم حاجة هو إيه المانع اللي احنا نتكلم عن ده ونعمل خطبة عن تحية العالم احنا ليه بنسيب التدين الكمي يعمل تآكل في بنية وجداننا وهويتنا احنا محتاجين نفهم محتاجين نفهم أولادنا ومحتاجين نخلي الحاجة واحنا بنعملها تبقى حقيقة انا اللحظة اللي بقى قف فيها احتراما للعالم واحتراما للنشيط الوطني هي لحظة ذكر رحصة احساس باني انا ورست ورست ايه ورست وطن فمش من حق ان انا فرط فيه ورست امانة يا سادة انا وبقول لنشيط الوطن انا حاسس انها بحمل امانة فخلوا عندكم عبادة عند اولادكم كده عبادة اسمع عبادة انكم تعلمون عبادة حب الوطن اتفرجوا سوا على التقارير والافلام الوطنية اللي بتتعمل عن حرب اكتوبر وتناقشوا وتناقشوا سوا احنا كان يوم احتفال اكتوبر ده ما زلت حتى الان نسمع نسمع مع بعض الافلام وتفرج على افلام اكتوبر ويبقى فرح كده ويا سامع النشوة والفرح وإحنا بنعمل كده ويا سلام لما يجي خطاب ولا يا سلام لما يجي يسأل جندي عنده انت فرطت في الارض يقول له لا وبزلت وكبت العدو بتحس بشعور غامر سمعوا ولادكم الاغاني الوطنية اللي بتحرك حلوة بلاد السمر كل الحاجات دي حاجات فيها هو مين اللي حل البلد السمر ان الله كتب الاحسان على كل شي بسم الله الله اكبر بسم الله يا سلام خلوا ولادكم يغرسوا بمراس ده لانه ده مراس من حب الله مراسهم من حب الوطن هو مراس من حب الله وغرسوا في أولادهم في أولادكم ان حب الوطن من الإيمان ولما نسمع مثلا كل بسم الله الله اكبر بسم الله كل الكلام ده تلازم اعرفه وكل الكلام ده كان حديث عاد برب فيسمعوه علموا أولادكم كمان ان احترام الوطن واجب وأن الوطن قيمة وقيمة من القيم اللي محدش يقدر يتجوزها يعني لو كان الإنسان مر بتحديات في أرضه لكن يفضل الوطن قيمة عنده قيمة من القيم العليا ويبذل من أجلها وكمان روحه تفضل كمان عايشها مع مولاها يا سادة تحية العالم بتخليك تتعلم تتعلم أن الوطن أنت مش بتحيي لكن الوطن حياة ولما يفقد الناس وطنهم بيفقدوا حياته وإحنا الحمد لله الحياة دي نعمة والوطن ده نعمة وعشان كده هنتمسك بوطننا ونحافظ عليه ونعيش فيه ونعيش ليه لأن كل ده هو جزء من عبادة حب الوطن يا رب ديم علينا هذه العبادة وخلي قلوبنا دايما عمرانا بهذه العبادة ومتحرمناش هذا النور والبركة يا رب العالمين